بسم الله الرحمن الرحيم طلاب الأعزاء في مقرر Principles of Engineering Design بنستكمل معنى Revited Joints وبنتحدث على Types of Revited Joints أنواع الوصلات بتنقسم إلى قسمين أولهم Lab Joint أو الوصلات التراكبية وال Put Joint أو الوصلات بيسموها راس في راس هنتعرف طبعا على التفاصيل بتاعتها تاليا أول حاجة عندي اللي هو Lab Joint الوصف بتاعي In which one plate overlaps the other and the two plates are then riveted together كلام ده معنى إيه؟ معنى إن أنا بجيب بليت واحد بيعمل overlap على بليت اتنين أو بيركب على البليت اتنين وبيبقى فيه ثقب مشترك ما بينهم بيدخل فيه مصمار البرشام ومن ثم تتم عملية ال Riveting أو البرشام عندي منها نوعين Single riveted joint اللي هي مفردة زي اللي إحنا شفناها دي Single riveted joint Is that in which there is a single row of rivets عندي صف واحد من المسامير اللي هو على الصف ده ده صف واحد في ثلاث مسامير النوع التاني اللي هو double riveted joint Is that in which there are two rows of rivets عندي صفين من المسامير صف واحد صف اتنين يبقى ده double riveted lab joint ده single طبعا في الحالة دي انا بلاحظ ان الثقب هنا او مصمار البرشام في مقابل مصمار برشام اخر لو حصل شفت ما بينهم بالشكل ده كده بسميها هي double riveted ايضا لكن بسميها zigzag riveted joints ممكن انه بيعندي اكتر من صفين اي نعم similarly the joints may be triple riveted or quadruple riveted ممكن يبقى فيه ثلاث صفوف بالشكل اللي احنا شايفينه ده او ممكن كمان اربع صفوف دي بنسميها chain riveting المسامير على استقامة واحدة في صفوف مختلفة اما هنا بيحصل shift ما بينهم الشكل اللي احنا شايفينه ده فبسميها zigzag riveting النوع التاني اللي هو البط joint او بيسموها الواصلات راس فراس بتحصل ازاي in which the main plates are kept in alignment butting that is touching each other and a cover plate that is strap is placed either on one side or on both sides of the main plates معنى الكلام ده ايه معنى ان انا بجيب البليت واحد اللوح واحد ده واللوح اتنين في مواجهته تماما ده معنى انه هو alignment putting or touching each other بيتمسوا مع بعض هنا وبعدين بعمل ايه بجيب الستراب او الكفر بليتس دي ده كفر بليت بسميه او ستراب من هنا ومن هنا عندي احتمالين احتمال ان انا استخدم الستراب او الكفر بليتس دي من الجهتين من اعلى ومن اسفل هنا وهنا او من جهة واحدة فقط على حسب المتانة المرجوة من الوصلة يعني صحيح انا عندي هنا صفين صف واحد ده والصف اتنين لكن بسميها single riveted joints ليه لانه بيقولي on each side في كل جهة يبقى الجهة دي فيها صف والجهة دي فيها صف دي بسميها single riveted joints او single butt riveted joints النوع التاني اللي هو double riveted joints is that in which there are two rows of rivets on each side ايضا يبقى هنا في عندي صفين في الجهة دي صفين في الجهة دي فبسميها double riveted joints بنكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم ان شاء الله